رجالاً بيبتح رمه أبا تفهم معه أرمه بالمشعب ومبغاها بالسعب أرمه بالمشعب أمبغاها بالمشعب ومبغاها بالسعب هذه يا ولدي خمس سنة وأخذ وأنت عاقل وولد عاقل والشيطان الله يخشيه وأنت صحك تحكى في نفسك والله ما قدر والله ما قدر أبو تخيل لا عصايلة تكربها الأخطاء عصايلة ما تدعرح والله ما قدر هدخل في المنتهات المشاكل إلا حاول أن تقدر وقلها الله واحد والمعاوب وداعت واذكر الله يا ولدي أبو تخيل أنا فيني طاقت لا بدني أخنق خاب تخنق يا ولدي لا خاب تخنق خاب تخنق أنا 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 أنك والله ما قدر شفتني في معرك يا أبو تخيل أنت تفو ولد تفو لكن خائي بيجي واحد أقوى منك وأطول منك أنا يجيب أطقه أنت بساكني لا تعوذ من الشيطان تعوذ من الشيطان خلونا نكمل إلى الخمس على خير أبو تخيل أبو تخيل اسمع أبو تخيل اسمع عصائي لا تكرمها مشكلة هلما أدخل من المنتهات وأنا ما عصائك يا طوع والسلام يا عصائي وأنا عصائك اللي مات عصائك عصائك هنكموا وبشير بسعدك ورق سنوت حراني يا طوع عصائك يا أبو تخيل ما قدر أبو تخيل ما قدر أبو تخيل أبو تروح لبوك إن شاء الله حاله خير وتعيز معه لأنك لا خانق ولا محنوق أبو تخيل أبو تخيل وبدلا خلق لي لحم و دم لحم و دم ما العارية يقول يا أطوال الحمار يقول إن كان مال ألفتها فعلني ما ريبة ريبة إن كان مال ألفتها فعلني ما ريبة ما ينفعها قول ذا عمي وذا خاوي كلام كله يقول وإن كان مالك من ذراعك نجده شربك على يدينا الرجال هموت هموت لا بد أن الواحد يظهر رب بيمناه لا يقول أنا تراني والله أنا ملاحظة يبود خيل في أجز من ذاك هترتم بالحي تدري شو يقول يقول أنا جدي يسوه وسوه جدي راح وجدي يسوه وجدي يقام وجدي يذبح وجدي جدك راح تاريخي راح زمنه راح تموره تريفي عمرك أنت وش قدمت أنت في الدنيا هذه الحين أن يطلع عمر السلامة صح نجدك كأيام الجاهلية وأيام كان يغزي وكان يروح أيام الجاهلية أيام الجاهل أيام الجهل قبل كان يغزي وكان فيها ربح وسيف والحين هنا فهمنا وما الحين هنا فهمنا وما تدري منا تدري منا وخلينا ملكنا أب تلمات ويخلينا وليد عهد لا هو لا بدي يتفاخر أي تفاخر بفعولهم بس انظر لنفسك أنت في هالدنيا عايش انظر لنفسك شفت وش قدمت وين وصلت وش معك شهادة وش معك دنيا وش حقك تنجازات مثل ما قال ابو مصلت حنز من هذا زمن يطلع عمر السلامة خير ونعمة ما فيه ونعم أمن واحد إيمها شوف أفضل نعمة نعمة الأم ممان الله أسأل الله أن يديمها علينا وعلى أمه الإسلاميك آمين ثاني شيء صح أني حقلك تفخر بفعل شيبانك واللي ما له تالي ما لحوة كذلك اللي ما له تالي ما لحوة لكن يطلع عمر السلامة انت يبالك فعل حن الفعل الزمن هذا وش هو الرجال اللي يتعده من أطيف الرياجين موظف المحتاج فك السجيد وعد يولي واللي يمد من زود واللي يمد ويعطي هذا الزمن ذالي اللي يذكر لك تاريخ ويذكر لك زمن واللي بابه ما يسكتر هذا ما هذا من الكرم هو مستحيل أن واحد يجيك بخيله ويوظف المحتاج ويكرم المسكين وبابه مشرع وطاعة الله سبحانه لمن انكسر طاعة الله قبل كلك طاعة الله وبر الواجه والأخلاق الطيبة ومواصلة الرحام والعلم الطيبة هذا العلم الطيب موضوع قهر يالا أبس ألكم سؤال وتكفون جاوبوني من منطقية آه آخر مرة كلمت عمك وآخر مرة كلمت خالك آخر مرة كلمت خواتك كذين تنتب عندهم آخر مالله آخر مالله مالله لا يكن واحد من عمه وخاله واخت أخت لحمك ودمك يأخذ من الس ثلاثة شهور شهرين شهر ما نكلم ليش؟ شف أنا بيعلمك ولا أزود على كلام أبو تخيل أبو تخيل نعرف لي خاطئ الزمن هذا الناس انشغلت صح ما لنعذر دعني بعلمك أنا من الناس المقصر أنا من الناس المقصر الناس انشغلت يطلع عمه السلام والجولات الآن ليس بشرط أن يطلع عمه السلام أني أكلمك يوميا يمكنني في قروب يمكنني في قروب وأخذ علومك تأخذ علومي وانت ضحك في قروب بس أني أدق عليك صح أنها صح واجب أنك تتصل على أهلك عندك خواتك عندك أخوانك عندك شيبانك إذا لم تتصلت عليهم وشفتو ما نواقصهم ما فيك خير صحيح ما فيك خير الرجال اللي اللي ما يحس فهله حتى لو انهم ما هكلموه حتى لو انهم ما هرجوه ولا تدقوا عليه دقوا عليهم يمكن أن أمك تستحين أن تطلب منك شيء دقوا على أختك قلوا أمي ما ناقصها دقوا على أختك يمكن أن أبوك يطوي عمر السلامة ناقصها شيء أو عليه دين أو عليه من أمر الدنيا شيء وما استحني يقول لك تفقد أمورها نتجيها بسلوب أما أنك يطوي العمر السلامة تسكت وتقول لا ما كلموني ولا منهم طلبوا مني شيء يعطيهم لا تنتظرهم يطلبون منك أبدا والديك ترى هم يستحن منك أنت ولدهم أنت ولدهم ولو يطلبوا منك هذه الدنيا وما فيها ما عندهم فيك أرحم لكن الواجب عليك أنك تدق عليهم وتأخذ منهم أنا بعطيكم مثل أخلي بكلم ورق طويلتك عن كلمة المناخذ المجال أختك عمتك خالك أنت سندهم في هذه الدنيا والواجب عليك يوميا تتصل عليها يوميا؟ يوميا خالتك وعمتك؟ يوميا؟ لا يا رجال أكون معهم في قروب مم معناتي يا أخي مكالمة دقيقة السلام عليكم كيف الحال؟ طيبي؟ عماتي يا خمسة عشر دقائق يوميا لا قصكم يوميا تخلص أربعية يا جام لا لا سؤال أبس ألك سؤال أنت يوم منك تقول أنهم صيبة أنا أبس ألك سؤال أمانة يا جبر كم تأتي الساعة على جوالك؟ يا أخي جاوب جاوب اليوم كلها على جوال كم تأتي الساعة على جوالك؟ لا جيت بيتك كم تأتي الساعة على جوالك؟ كلها صح؟ ما زرنا في نص ساعة نص خمسة عشر دقائق تكلم تفقد أمور أهلك اللي حولك؟ تلهيك منها رسالة تلهيك منها مكفى لا لا ما هو بني صح أن أهلك أهلك بسيطة أهلك بسيطة بسيطة خواتك ثنتين ثلاثة عماتك أربع خمسة هدقوا عليهم يوميا ليه يا رجل يوميا يقول دقوا لا هذا ما هو يوميا هذا مبالغ يوميا يعني كل أربع أيام كل أربع أيام كل ثلاث أيام طيب أنت مثلا؟ خواتك يوميا أنت تتخذ شئ ذا؟ إيه أنا يوميا هل حين من يوم جيتها بزحمية يوميا أمي أمك أكيد يوميا أمك أكيد أنا بسيطة تقول عماتك خلاتك عمانك أروح أخذهم بسلام كل ثلاث أيام أربع أيام لا لا ثلاث أيام أربع أيام لأنك أنت أصلا تجس على الجوال طاضي ما عندك شيء ورسائل الوقت تتعلم ما تغني إذا جيتها أصلا تتعلم أخبارك ما طعن يزيها بصور بشعور يوميا يسمعونها يعرفون المعرفة أسمي عبود خير أولا عندك شيء وشيف كلامكم في محلها عبادة حلو وفيكم البركة وتربيتكم تربيتين طيبة ما هوفوديكم لا والكلام اللي يجور قريب الموضوع هذا ما يجور إلا عند الرجال أنت وشرواكم الأم والأب أصلا تكلم كيف تعليم بالأم والأب لا أصلا تكلم والأخوان والعمال والعمات كل ما تكلم يوميا للكثير أنت عاد ولي تقدر عليها لا يومين ثلاثة لو تقدر يوميا هذا أفضل وزوج الحسنات تكشف حسنات تحطها في صندوق كل بتعيني يوم القيامة فانكمة التقويل ما يصلح فيه أحد بني بين الشحنة حتى لو هو اللي مختن علي من قرباتي ولا من غيرهم أكلمه أقول تراني مشامحك تراني لي مختن عليك وتراني ويطلب منك السماح كانه طيب وعارف الخطاع ولا فالطيب طيب على اسمه ما يرد عليك إلا يقول عذرك مقبول وأنت اللي سامحني وما تبجيني أحب خشمك ولاما تبجزورني والله يحجيك وفتحنا صفحة جديدة هذا أبو تخير نحن طبيعا والسلام قربنا عن العيد والعيد طبيعا والسلام ممكن أغلبهم يعيده ما أخذ مخاطرة على رفيقه ولا على أخوه ولا على والمشاكل تحصل المشاكل ما فيها بيت اللي خلوا من المشاكل لكن يطلع عمر والسلامة بادر أنت اللي تشاهدنا الآن ولا حناء من أنفسنا حناء لا صار طايقا من فلان ولا من علان أبا توصل معه أبا أكسر الحاجة لا متوانا خشاي المخاطرة على المسلم ذا والعيد عيد الله السعيد نعم كل شخص لكم مبسوط تعليق على كلامك وقجرك وبيك اللي بخاطرة كانت وياه تجمحون كانت مقتن عليه فهم تامح فان كانت مقتن عليهم طالبوا كل اللي بخاطرة وابيك ذا الحين تكلمه ويكلم هذا الكلام نرى هذا حل عن تعقاد الم هذا أصلا سايد في مجتمعنا دائما تقل أحصات وغشك له وذاك رأسه يا أبس والأهب راضي تنصى من تنصى شخص